خروج أشبه بالطرد هكذا تقصد المجلس العسكري في النيجر رسم نهاية مهام السفير الفرنسي في البلاد بعدما سافر منها إلى قاعدة عسكرية في فرنسا عبر تشاد إثر عدم الموافقة على فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية هذه الطريقة لم يرى فيها البعض لا محاولة لإدلال باريس التي رفضت طلب المجلس العسكري سحب سفيرها من العاصمة نيامي على اعتبار أن القرار لم يصدر من السلطات النيجرية الشرعية لكن الفرنسيين استجابوا في نهاية المطاف وأخذوا في الاعتبار الخطر الذي يهدد حياة سفيرهم في النيجر وكذلك الـ 1500 جندي فرنسي الذين سيغادرون البلد الأفريقي بعد سنوات من القتال جنبا إلى جنب ضد الجماعات المتشددة يصف العديد من المحللين ما يجري مع نفوذ باريس في القارة السمراء بالانتكاس الفرنسية ففي عهد إدارة رئيس الحالي إيمانوال ماكرون تبخر الوجود الفرنسي من بلدين مجاورين للنيجر هما بوركينا فاسو ومالي إثراء الانقلابات العسكرية لطالما كانت القارة الإفريقية خصبة لصعود التنظيمات المتشددة خاصة في منطقة الساحل الأسباب تعود لوجود فطأ صحراوي واسع وحدود مفتوحة بين الدول فضلا عن النزاعات العرقية والقبلية وتردي الأحوال المعيشية تنتشر في منطقة الساحل وصحراء حركات مسلحة عديدة منها القديم ومنها الجديدة أبرزها بوكو حرام التي تأسست شمال شرق نيجيريا عام 2002 تستهرف مناطق محددة داخل نيجيريا وامتدى نشاطها إلى حوض بحيرة تشاد من خلال عمليات القتل والاختطاف والهجمات الانتحارية تشكل في الساحل أيضا ما يعرف بتنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا والذي تكون من أحد فصائل جمعة بوكو حرام بعد مبايعتها لتنظيم الدولة في الأرق والسورية في مارس عام 2015 في الغرب الإفريقي ينشط كذلك تنظيم القاعدة منذ عام 2007 والذي نشط في المغرب والجزائر لكنه بات يركز عملياته حاليا في مالي وبركينافاسو تنشط في الساحل الإفريقي أيضا حركات مسلحة لكنها لا تتبنى شعار الجهاد أبرزها الحركة العربية لتحليل أزواد والتي تأسست شمالي مالي 2010 لدعم حق شعب الأزوادي في تحديد مصيره تتساقط قطع الدومينو الفرنسية في الساحة الإفريقية وتحديدا في منطقة الساحل الإفريقي ثم بعد بوركينافاسو ومالي حان وقت باريس لتودع نفوذها في النيجر يمكن وصف ما يجري مع فرنسا في تلك المنطقة بأنه حالة من تفكك النفوذ بعدما كانت قد أنشأت تحالفا من خمس دول وهي بوركينافاسو، مالي، النيجر، تشاد وموريتانيا من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي فرضتها الجماعات المسلحة المتشددة والمتمردة الآن ثلاث دول من أصل خمس خرجت من إطار النفوذ الفرنسي وهو عبارة عن آلاف الجنود والمصالح والشركات العاملة في مجال التنقيب عن الثروات في تلك البلدان التي سبق أن كانت مستعمرات فرنسية آخر حلقة في مسلسل الانتكاسات الفرنسية في تلك المنطقة النيجر فبالرغم من لا آت باريس المتكررة حول سحب جنودها تمكن المجلس العسكري في البلاد من الضغط وانتزع موقفا من الرئيس الفرنسي ينص على انسحاب قوات بلاده البالغ عددها نحو 1500 جندي من النيجر علامات التعب بدت منذ فترة على النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء فباريس كانت قد خفضت عديد قواتها في مهمة براخان من 5000 قبل عامين إلى 3000 حاليا 1500 منهم يوجدون في النيجر وكانوا جنبا إلى جنب مع الجيش يواجهون المجموعات المسلحة تشاد المجاورة يمكن اعتبارها آخر القلاع التي يتحصن فيها الجنود الفرنسيون البالغ عددهم نحو 1000 ضمن اتفاقيات أمنية مع أنجو مينا منذ ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتعسل ذلك الدور الأمني بانطلاق عملية براخان أصولا إلى العمل على إنشاء قواعد جوية للطائرات من دون طيار لكن عدوى السخط الشعبي والرسمي من النفوذ الفرنسي انتقلت أيضا إلى أطياف سياسية في تشاد حيث يعكف بعض النواب على مراجعة الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا لكن بعض المحللين يستبعدون أي تغيير حالي في الموقف الرسمي التشادي من الحضور العسكري الفرنسي تدرك فرنسا إذن أن معركتها في القارة السمراء باتت خاسرة ولذلك قررت تبني فلسفة واستراتيجية جديدة لتجاوز فترة إفريقيا الفرنسية من خلال استحداث برامج للتنمية المستدامة تكون قادرة على امتصاص الشعور بالغضب من حقبة الاستعمار الفرنسي والذي تحاول بعض الدول المتنافسة تغذيتها إذن نتابع التطورات في النيجر بعد إعلان رئيس الفرنسي إيمانوال مكرون سحب السفير بعد طبعا لآت فرنسية عديدة أرحب بضيفي من ليون عبر تطبيق زوم الدكتور إذن من ليون الدكتور فابريس بلانش أستاذ العلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية في جامعة ليون وينضم إلي أيضا من يامي عبر الأقمار الصناعية دكتور علي يعقوب الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور فابريس أبدأ معك بعودة السفير الفرنسي في النيجر إلى باريس ماذا بعد هذه العودة؟ إذن السفير بالفعل قد خاضر النيجر وصولا إلى شات وبعد فعل قد عادل باريس بدبيعة الحال نحن لا نتحدث اليوم على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع النيجر بما أن باريس لا تزال ترفض وجود الانقلابيين في السلطة بهذه البلاد ولا تعترف بالنظام وأيضا يدعم الرئيس المخلوع محمد بزوم وتطالب بعودة هذا النظام الدستوري والرئيس الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطي ففيما يتعلق بالمرحلة المقبلة فبتباعة الحال سوف نتوقع مخادرة البقايا للوجود الفرنسي في هذه الدولة بالإضافة إلى ترد العلاقات بين الدولتين ولكن مع تهديئة الأمور من وجهة النظر العسكرية وفيما يتعلق بوجود فرنسا في هذه المنطقة في منطقة الناتقة باللغة الفرنسية وبتبيعة الحال النجرة كانت ولا تزال تلعب دور مهمة في هذه المنطقة فإن مغادرة السفير بتبيعة الحال أيضا سوف يؤثر في نشطات الشركات الفرنسية فيما يتعلق بيقطاع اليورانيوم بهذه البلاد فهذا قد ينتبق على الحضور الاقتصادي لفرنسا والشركات الفرنسية بهذه المنطقة وقبل كل شيء في قطاع اليورانيوم أظن أن هذا قد يجري في المستقبل القريب بالنسبة لباريس ولكن الآن تجري مراجعة شاملة للعلاقات الفرنسية مع هذه المنطقة لا يمكن أن نحكم على نهاية هذه العملية ولكن هذا ما نجهده اليوم نعم دكتور علي هل يعني طرد السفير الفرنسي من النيجر انتهاءا كاملا للعلاقات وقطعا متواصلا يعني مدام المجلس العسكري يرأس السلطة في النيجر طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور علي أعود لدكتور فابريز دكتور فابريز ما الذي يعنيه ماكرون بأن فرنسا مصممة على مواصلة الجهود لعودة النظام الدستوري من النيجر رغم قراره بعودة السفير إلى بلاده وعلى ماذا يعول وهو الذي أيضا سيبدأ بسحب القوات الفرنسية إن مشكلة الدولة النجر هو نفس ما حدث مع مالي وبرك نفس وباقي الدول هذه المتقفة بطبيعة الحال نحن نرى زيادة حضور النخب العسكري ونتيجة لعادة وسلسلة من الانقلابات فإن فرنسا التي كانت تدرك وتقتنع بوجودها وأيضا صلاتها المتينة مع النخب العسكرية في هذه الدول نحن قد شهدنا هذه التغيرات حيث هناك أيضا موقف ثابت من قبل باريس بشأن عدم مقبول عدم قبول إجراء حوار مع هذه النخب العسكرية الجديدة وأيضا المطالبة باستعادة الحكم الديمقراطي في هذه البلدان كل ذلك أمر في غاية السعوبة من حيث التدبيق من وجه النظر التقنية وأيضا بعد كل ذلك نحن نحتاج إلى الحوار مع الشركاء الجودة في هذه المنطقة وبما في ذلك مع حدفائنا مثل نجيريا وواتشات وبتبيعة الحال مع الوليات المتحدة التي أيدا تقلق بشأن قضية مكافقة للإرهاب في منطقة ساحل الأفريقي وانا لست مقتن عن ماذا تتعني بالحوار مع السلطات الجديدة دكتور فابريس ماذا ستكون أهداف هذا الحوار إلى حد الآن بتبيعة الحال فرنسا ترفض الحفاظ على أي علاقات مع هذا المجلس بتبيعة الحال قد تكون هناك مفاوضات وفي البداية ستكون تحمل تابعا تقنيا بشأن يتحل عدد من المشاكل بما في ذلك انسحاب القوات الفرنسية ولكن مع مرور الوقت مع مرور سنة أو أكثر من ذلك من الممكن أن فرنسا سوف تستوعب من جارة وأنا لا أستبعد أن هذا المجلس العسكري أيضا قد يجري حوارا ولكن نحن أيضا لن نضمن بقاع هذا النظام العسكري في البلاد لأن كل المشاكل في هذه البلاد لا تأتي من السياسات الفرنسية بتبيعة الحال فإن سكان المحلين سوف يدركون أن الكثير من هذه المسائل سيكون من السعب حلها وحتى مع وجود المنافسين لفرنسا في هذه المتاقة مثل الصين والروسيا فمن المؤكد أن فرنسا أيضا تحتم بعدد من المصالح الاقتصادية في النجير ولكن دعونا لا ننسع الكثير من المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تم نقلها إلى هذه البلاد من باريس الأمر الذي أيضا قد ساعد في حل المشاكل الاقتصادية ما تحدي الذي يفرضه سحب القوات والمعدات العسكرية تحديدا الفرنسية من النيجر لوجستيا وإجرائيا يعني ماذا متوقع وهل تعتقد أنه سيكون هناك تنسيق مفيد بين فرنسا والمجلس العسكري في النيجر نعم بتبيعة الحال بشأن هذه المشكلة التقنية وهو انسحاب القوات الفرنسية نحن سوف نضطر إلى إجراء الحوار مع المجلس العسكري في النيجر ولكن هذه عملية تابعية فإن مسألة الوصول إلى الأجواء النيجرية بالإضافة إلى تأمين الكهرباء للقاعدة العسكرية الفرنسية كل ذلك نموض النقاش خلال الأسبوع الأخير فنحن سوف نتفاوض بشأن كل ذلك ولكن فيما يتعلق بأي نوع من تعاون العسكري والسياسي في هذه اللغة بتبيعة الحالة هذا أمر مرفوض قطعا بنسبة لفرنسا مع الحكومة التي تعتبر غير شرعية من قبل الرئيس مكرون هناك حديث دكتور فابريس عن التوجهات في تشاد وهي آخر القلاع كما ذكرنا قبل قليل التي تتحصن فيها فرنسا وقواتها ونفوذها هناك توجه لأيضا سيناريو مشابه لما حصل في النيجر ودعوات ممكنة قريبة لأيضا رحيل فرنسا بسفيرها وبقواتها المتبقية في تشاد هل تعتقد أن هذا ممكن وهل تعتقد أن السيناريو سيتكرر مختصار شديد لو سمعت فيما يخص دولة تشاد فبتبيعة الحالة إحدى الدول الخمسة في إطار هذه المعادة معادة الدول المتعاونة مع فرنسا ولكن تشاد لا تزال تتعاون مع الدولة الفرنسية وهي تورد الكثير من القوات في إطار عملية برخن مواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر